السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرا جوجل بارد متاح باللغة العربية وجاء بميزات جديدة رهيبة في آخر تحديث له من طرف شركة جوجل الذي كان في 13 يوليو 2023 متفوقا بذلك على منافسه شات جي بي تي روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بما أن جوجل بارد أصبح متوفر باللغة العربية في هذا الفيديو نشرح لك كيف تسجل في جوجل بارد وتستخدمه باللغة العربية ونتكلم عن أهم التعديلات والتحديثات الجديدة في بارد ولماذا أصبح يتفوق على شات جي بي تي فلا تنسى عمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس لتصلك الفيديوهات التي ننشرها أول بأول وخلنا ندخل في التفاصيل للوصول إلى جوجل بارد كل ما عليك هو كتابة بارد.google.com في متصفح جوجل كروم أو من الرابط المباشر أسفل الفيديو ثم أنقر على تجربة بارد من هنا يمكنك قراءة البنود والخصوصية تنزل إلى الأسفل تظهر لك كلمة موافق هنا تنقر عليها تقوم بتفعيل هذا الخيار إذا كنت ترغب في تلقي رسائل إلكترونية إلى بريدك عن آخر أخبار بارد وتنقر على متابعة هذا كل شيء الآن يمكنك استخدام بارد باللغة العربية مجانا كما ذكرت في أول الفيديو في 13-7-2023 أصبح بارد متوفر في أماكن جديدة وبلغات إضافية تحديثات جديدة من جوجل مهمة جدا دعونا نتعرف عليها الآن من قبل كان بارد متاح باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية فقط الآن يتوفر بارد بأكثر من أربعون لغة جديدة من بينها العربية والصينية المبسطة التقليدية والألمانية والهندية وغيرها تم توسيع أيضا لطاق استخدام بارد ليشمل المزيد من الأماكن من بينها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وطبعا هو متاح في الدول العربية ليس هذا فحسب بل جوجل بارد يستطيع فهم حتى اللهجات مثلا يمكن أن تطرع عليه سؤال باللهجة المصرية أو السعودية مثلا أطرع عليه الآن سؤال باللهجة الجزائرية كيفاش نفتح كونت جيميل نظر أن الجملة صعبة حتى فهمها كيفاش نفتح كونت جيميل لاحظوا معي كيفاش كلمة صعبة كونت يعني كلمة بالفرنسية ومكتوبة باللغة العربية ممكن صعب عليه أنه يفهم هذه الجملة لكن لاحظوا فهمها وأعطاني خطوات إنشاء حساب جيميل نجرب الآن نطرع عليه نفس السؤال باللهجة المصرية أتمنى فقط أن نكون صحيح في الكتابة إزاي أعمل أكاونت جيميل تعمت هنا أكتب أكاونت كلمة بالإنجليزية مكتوبة باللغة العربية حاوة نكتبها باللغة العربية حتى نجرب إذا كان ممكن يفهم هذه الجملة مع إضافة كلمة إزاي وإذن كما تلاحظون أعطاني الإجابة وخطوات إنشاء حساب جيميل فهو قادر الآن حتى على فهم مختلف اللهجات العربية وهذا بصراحة يعد تحديث رهيب الشيء الثاني في التعديلات الجديدة وهو عدسة جوجل في برد يمكن الآن تحميل الصور في محادثاتك مع برد يعني الميزات المتوفرة على عدسة جوجل تم نقلها إلى برد يعني يمكنك العصول على معلومات حول الصورة أو شرح للصورة ولكن متوفر باللغة الإنجليزية فقط لحد الآن حتى في النسخة العربية لبرد غير متوفر إمكانية إضافة صورة كما تلاحظ هنا لكن في النسخة الإنجليزية يمكن رفع صورة من هنا من علامة زائد هذه أبلاوت فايل يمكن رفع صورة بصيغة جي بي جي بي أن جي أو بي بهذا الشكل من جهازك باللغة العربية لا يفهم إذن يجب أن يكون السؤال باللغة الإنجليزية اكتب له describe the image يعني أقول له أعطيني وصف لهذه الصورة الآن رح يكتب لي وصف بالذكاء الإصطناعي يقوم بتحليل الصورة هنا قام بتحليل هذه الصورة واكتشف أنها دراجة وأعطاني وصف دقيق ومفصل حتى أنه اكتشف العلامة التجارية الخاصة بها قال دراجة وردية إطارات بيضاء تستخدم الصورة لأغراض تسويقية وفعلا هذه الصورة حملتها من متشر كما تلاحظون هو اكتشف كل شيء أو حول هذه الصورة ويمكن العصول على تحليلات أكثر التحديث الثالث تعديل ردود بارد يعني إذا كنت تريد أن تحصل على استجابة أخرى بطريقة مختلفة توفر جوجل بارد خمس خيارات جديدة لمساعدتك في تعديل الردود فقط تنقر هنا من هذه الأيقونة modify response ثم تختار أقصر طويل أبسط أكثر راحة أكثر احترافية وسوف تحصل على نص مختلف عن الأول أو يكون بسياغة مختلفة يعرض لك كذلك بارد عمليات البحث ذات الصلاة على محرك البحث جوجل رابعا مشاركة محادثات بارد مع الآخرين يمكنك عمل share أو explore للمحادثات الخاصة بك من هذه العالمة التي تظهر أسفل النص يمكنك عمل generate more إذا لم تكن مقتنع بالإجابة هذه يعمل لك نص بسياغة أخرى يمكن تصدير إلى مستندات جوجل أو إنشاء مسودة في جيميل أو من هنا تأخذ النص copy بالكامل خامسا بإمكان بارد قراءة الردود بصوت مرتفع بإمكان بارد الآن تحويل النص إلى كلام بأكثر من أربعين لغة يعني كل اللغات تنقر فقط هنا وتبدأ بالإستماع ساديسا سلاسل المحادثات المثبتة والآخرة المحادثات السابقة التي أجريتها مع بارد يتم الاحتفاظ بها ويمكنك العودة إليها وموصلت المحادثة من حيث توقفت ويمكن إعادة تسمية أو التثبيت أو حذف المحادثة نهائيا هذه كانت أهم التحديثات الجديدة الرائعة أنا أقول أنه يتفوق على شات جي بي تي لأنه يعطيك إجابات حديثة ودقيقة وهو مرتبط مع الأنترنت أما شات جي بي تي فلا يمكنه الإجابة عن إحداث بعد عام 2021 وهو غير مرتبط بالأنترنت فقط يجيب حسب البيانات المخزنة لديه وللحصول على تجربة أفضل يجب الاشتراك في شات جي بي تي بلس بـ 20 دولار للشهر فيما برد مجاني تماما لجميع المستخدمين وهو يدعم حاليا الصور كل هذا يجعله الأفضل في الآخر لا تنسى أن جوجل برد يدعم اللغة العربية حاليا إذا استفدت من هذا الفيديو اعمل لايك ومشاركة نلتقي بك في حلقة جدا بحول الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر